ترجع بقى للإسماعيل الحاضر إسماعيل الفريل أول كمان الفريل أول لقراط القدم من الحاجات اللي بشوفها من إنجازات المجلس ده هو التعاقد مع الكابتن إيهاب جلال والحفاظ على الكابتن إيهاب جلال عشان ده في حد ذاته كمان صفقة مهمة جدا راجل من الناس العشقة الإسماعيلي من أبناء النادي الإسماعيلي مدرب كفئ جدا ولو خبرات كبيرة جدا يعمل وسط ظروف كثيرة صعبة أي نعم انتوا سهلتوا الظروف دي مع الوقت بس في البداية هو كان يعمل في ظروف صعبة وما زالت صعبة مش أقول بأن هي أحسن حاجة يا إزاي قدرتوا تستقروا على مدرب يعني الإسماعيلي كان مشكلته السنوات الأخيرة إنه مش قادر يستقر على مدرب الآن كابتن إيهاب جلال إلى حد كبير مدرب مستقر في الإسماعيلي الحقيقة هي إيهاب جلال مش إحنا اللي جبناها اللي جابه كابتن علي مع اللجنة اللي كانت موجودة من المدير التنفيذي والمدير المالي اللجنة السلسية وكابتن إسماعيل حفني جينا لقينا إيهاب موجود وشغال وابتدى يقول لنا أن أنا كمان أنا مش عايز القيد يفتح مش عايز القيد يفتح؟ آه دي مفاجأة دي وهو كان عائل جدا جدا في الفداء لأن إحنا حتى لما جالنا فلوس في البداية إحنا كان ممكن نفتح القيد في الأول من بدري اللي هو في الصيف يعني بس أنا عايز أقول لك حاجة هو أنت لما تيجي تفتح القيد واللعيبة اللي عندك دي ليها ملايين أنا مش عايز أقول قد إيه الملايين إحنا أول ما جينا دفعنا الملايين دي كلها هل يعقل لنا بالفلوس اللي عندي دي أفتح القيد واستلف عشان أجيب لعيب أو اتنين أو تلاتة ويبقى ما عنديش القدرة ديهم من الخمسة وعشرين في المية واللعيبة اللي عندي مش قادر ستدلهم مش قادر تديهم فلوسهم بتاع السنة اللي فاتت صحيح واللي أنا مفروض إن أنا أدفع خمسة وعشرين في المية مستحقاتهم السنة دي فإحنا دفعنا مبلغ كبير لللعيبة عشان خاطر نخلص لهم مستحقاتهم عن السنة الماضية يعني هم مبادوا الدوري وهم كانوا لسه ما خدوش حاجة من الجديد لإنه كنا بنخلص لهم القديم حي إحنا طبعا لما جينا كمجلس إدارة ما كناش نعرف إن المبالغ الكبيرة دي موجودة عليهم من السنة اللي فاتت فأنا كنت مش من العقل إن إحنا لما جينا نيجي نفتح القيد ونسيب اللعيبة دي ده باللعيبة دي هتديك إزاي في الملعب ده بالعكس ده هيحصل يعني فتنة في الفرقة ومش عارفه اشتغل غضت كبير من اللعيبة إنت سبتيني أنا ابنك وروح تجيبت واحد جديد وتدي له كل حاجة وأنا ما تدينيش فكان طبعا ده ما كانش هينفع إن إحنا نفتح القيد وساعدنا على كده إيهاب جلال إن قال أنا هبص في قطاع الناشئين عندنا قطاع ناشئين في لعيبة كويسة وأنا هشتغل مع اللعيبة دي طبعا جرأة أو جرأة من إيهاب جلال وهو المدير الفني القادر على ده إيهاب عنده الحتة دي إزاي بيقدر إن هو يشوف الولاد كويس يشوف إمكانياتهم ويقدر يوظفهم في الملعب كويس ويديهم الثقة في أعداد كتير وكلام كتير معاهم يعني جزئين جزء جوه الملعب وجزء بره الملعب فبدأ إيهاب الحاجة دي وأنا رحت اتفرّجت على ماتش كان مع فيوتشر قبل الدور ما يبدأ ولقيت فريق فعلا جديد ما شاء الله اليقى بدنية عالية وهنا أنا بخص طبعا المعد البدني هايل بشكوره طبعا أعمل شغل كويس أوي 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 الحقيقة ولعيبة عندها ثقة رغم سنها صغير إنها بتشتغل لكنه بيلعب قاله سنتين في الملعب محارة كويس تحرك من غير كورة إيه الجمال ده ده شغل مفروض جامد أوي هايل إذن كابتن إيهاب بيشتغل شغل محترم بوفر له ده وده كان صعب إن أنا كعدو مجلس إدارة مفروض ده أنا راجل فني بس أنا بشتغل إداري بره المجلس ما بتكلمش في ناحية فنية خالص فيه كابتن علي فيه أماد سليمان فيه إيهاب جلال اللي هو ما بتخشش في الموضوع وتقول يا جماعة ده أنا محشن عبد المسيح فأنا ده أنا ياسف يعني هحط مراخيري ولأنا اللي أقول وأنا اللي أقول رأيي خالص فاصل نفسك خالص يعني سعبي بقى عندك رأي أنا متأكد ومن جواك نفسك تقولي تعمل كده بس لا أشتغل جوا المجلس فني مع زمالي بشتغل فني فني بقول دوت كان مفروض نعمل كذا هنا كذا هنا كذا لكن السود ده ما بيوصلش ما بيوصلش بره لكابتن إيهاب خالص بأمانة بشتغل بحرية كاملة مع اللجنة الفنية تمام هايل